موسيقى اصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قرارا يقضي باغلاق مقار ميليشيات الحجر الشعبي داخل المدن وخارجها ودمج هذه الميليشيات ضمن المؤسسة الامنية ويرى مراقبون ان القرار يرضى حكومة عبد المهدي امام اختبار حقيقي يتعلق بمدى انصياع هذه الميليشيات للقرار الحكومي التفاصيل في تقرير مراسلنا حيدر الاسد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الحالي هي المهلة التي حددها الامر الديواني لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي لفصائل الحجر الشعبي والقاضي باغلاق جميع مقار الحجر داخل المدن وخارجها واستبدال اسمائها بمسميات عسكرية تتبع المؤسسة الامنية قرار يرى الكثيرون في توقيته محاولة حكومية لرفع الحرج امام واشنطن من تصرفات بعض الفصائل التي استهدفت خلال الشهر المنصرم مواقع امريكية حيوية داخل العراق هذا الامر لا بد ان ينفذ على الارض حتى يعطي تطمينات محليا اقليميا ودوليا لا سيما هناك عقوبات هناك تصعيد على المستوى الاقليمي بين ايران وبين الولايات المتحدة هل ان العراق اليوم بهذا القرار قد نأى بنفسه وعدم ذهاب مع المحور الايراني الذي يدعم بعض الفصائل التي تستغل السلاح وتستغل المرتبات او بعض الوظائف التي حصلت عليها في السنوات الماضية ان تقوم بتهديد امريكا والقواعد العسكرية الموجودة في الاراضي العراقية انا اعتقد هناك مفاجآت العديد من بنود الامر الديواني ليست جديدة اذ صدرت غالبيتها في عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ولم تلتزم فصائل الحجد بتطبيقها مما يضع الحكومة الحالية امام اختبار حقيقي وهو اجبار هذه الفصائل على تنفيذ الامر الجديد واعتبارها ميليشيات خارجة عن القانون في حال لم تنفذ الامر مشفالية في الاطراف التي لا تلتزم وطبعا هنا يحق للقائد العاب القوات المسلحة ان يتخذ الاجراءات القانونية وحتى يتخذ القوة في تنفيذ الامر لانه يعني هذه الاوامر هي بمثابة القوانين وهي واجبة التطبيق سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر كانت اول الفصائل التي اعلنت امتثالها للقرار بتوجيه من زعيمها لكن المشكلة الحقيقية في الفصائل التي اعلنت عند تأسيسها تبعيتها لما يعرف بولاية الفقه سياسيا وعسكريا وعقائديا عشر نقاط تناولها الامر الديواني الجديد بخصوص اغلاق مقر الحجد الشعبية وتغيير مسميات فصائله المتعددة لكنه تجاهل الحديث تماما عن الاسلحة الثقيلة والصواريخ التي تمتلكها هذه الفصائل حيدر الاسد سكاي نيوز عربية بغداد انضموا الينا من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات سيد غازي الفيصر اهلا بك سيد غازي معنا على سكاي نيوز عربية سيد غازي يعني في الواقع الكثير من المتابعين حياك الله الكثير من المتابعين يعني في داخل العراق في خارج العراق حتى السياسيين كانوا يتمنون هذا القرار منذ مدة يعني طويلة حل الحجد الشعبي وايضا ضم في القوى الامنية وما شابه هذا القرار اليوم خرج بداية كيف تقرأ زمن وتوقيت هذا القرار وإلى أي مدى تعتقد يعني أنه ممكن أن يكون مقبولا أو قويا في الشارع العراقي في هذا التوقيت بالذات نعم نعم بالتأكيد القرار مهم جدا يصحح وضع خاطئ داخل العراق أذكر جنابك والمشاهد الكريم أن فتوى سيد السستاني لم تشير إلى تشكيل كتاب مسلحة أو حشد السيد السستاني أشار في الجهاد الكفاية إلى التطوع التطوع حصرا للقوات المسلحة والشرطة والأجزاء الأمنية لكن مع الأسف سيد المالكي أخذ بهذه الفدوى باتجاه آخر وبالتنسيق مع الأجندة الإيرانية لولاية الفقيه التي تذهب باتجاه تشكيل كتاب مسلحة في العراق وفي دول الجوار مثل ما اليوم موجود ولشكل تهديد خطير للأمن الوطني العراقي على اعتبار أن هذه الكتاب وهذه المنظمات الأسكرية المسلحة هي عابرة للحدود عابرة للحدود ولا تستهدف فقط ضمان الأمن الوطني العراقي إضافة لذلك حتى المرجعية أشارت إلى انتهاكات كبيرة وخطيرة للحشيد في الموصل وغيرها من المحافظات تتعلق بأموال العالم الناس موضوع التغييرات الديمغرافية التي تحصل في الموصل في ديالة في غيرها من المحافظات إذن هناك خروقات للسياسات الأمنية الموجودة بالبلد وانتهاكات أيضا للأمن الوطني العراقي أذكر أن الحشد بعض منظمات الحشد لديها سجون خاصة تمارس التعذيب لاعتقالات العشوائية هناك اعدامات عشوائية إشارت لها هيوم الرايت شوز شو غيرها كل هذه الانتهاكات الخطيرة الشكل أيضا انتهاك للدستور في المادة تسعة اللي شير عدم جواز تشكيل وتأسيس ميليشيات مسلحة عدم جواز أن ينتمي إلى الجيش أو التنظيمات الأخرى الأمنية في البلد والقوات المسلحة أي شخص ينتمي سياسيا هذه الأسباب هذه الأسباب كلها صحيحة هي معروفة وتم الحديث عنها خلال السنوات الماضية لكن كيف تقرأ قوة القرار المطالبة أو الأمر الذي قدمه رئيس الوزراء اليوم بحل هذه الميليشيات بشكل كامل إلى أي مدى تعتقد أيضا القرار هذا مرتبط بعوامل ربما سياسية خارجية أو داخلية نعم هو مؤكد مرتبط من متغيرات داخلية بضغوط خارجية بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تذهب باتجاه ضمان الأمن الأقليمي للدول الرئيسمالية الصناعية الأوروبية الغربية وللولايات المتحدة الأمريكية ولاحظنا أن هناك بعض الكتائب المسلحة في العراق وجهت طائرة مسيرة باتجاه الأنابيب النفط في السعودية كما اعترف السيد عادل عبد المهدي لاحظ وجود دعوات باتجاه العمل مع الحوثيين في اليمن ذهبت بعض الشخصيات القيادات للحدود اللبنانية الإسرائيلية للإعلان عن تضامنها مع حزب الله هناك كثير من الكتائب المسلحة الموجودة في سوريا للقتال ضمن إطار ما يحصل اليوم من حرب دموية مستمرة كل هذه النشاطات هي نشاطات لا تتعلق باستراتيجية الأمن الوطني العراقي ولا تتعلق بالقيادة العامة للقوات المسلحة هي ترتبط بأجندة إيرانية إذن ما يحصل اليوم عبر هذا القرار يعكس أن وجود اتجاهين رئيسيين في الحياة السياسية العراقية اتجاه يذهب باتجاه إنقاذ العراق من هذه المشاكل الحروب الميليشيات العنف الفوضى انعدام الاستقرار انعدام الأمن التدخل الإقليمي تدخل إيران الشركات الوهمية صفقات السلاح دور الحرس الثوري الإيراني الخطير الموجود اليوم في العراق وفي الشرق الأوسط يجب على العراق في إطار ضمان الأمن الوطني الحقيقي أن يحرر نفسه من هذه السياسات من هذه الاستراتيجيات القيمية لإيران في قلب العراق يعني وخصوصاً اليوم هناك أزمة هناك صراع بين طهران وواشنطن وعلى العراق إنه باتجاه الحياد في هذه الأزمة الكبرى طيب سيد غازي كما قلت هناك حاجة وهناك يعني هذا القرار هو قرار قوي وبشكل كبير لكن السؤال اليوم إلى أي مدى ممكن أن يطبق هذا القرار لأنه يعني بنسبة السيد مقتد الصدر هو أمر سرايا السلام بالالتزام به لكن هناك أيضاً يعني ميليشيات أخرى أو بعض الفرق والمجموعات الأخرى منها مشاركة في العملية السياسية منها طبعاً تابعة أو ولا أهل ولاية الفقهة أو جهات أخرى ومرجعيات وما شابه إلى أي مدى سيكون هناك تعتقد تطبيق كامل لهذا القرار ومن هي تقريباً الفصائل التي ستمتنع تعتقد أنها ستمتنع عن فعل ذلك نعم يعني أنا أعتقد الفصائل التي تحترم الدستور وتحترم الحكومة العراقية وتحترم المرجعية الدينية في النجف عليها أن تغادر هذه العسكرة للمجتمع وتترك السلاحة للدولة وتنظم إلى القوات المسلحة حسب التخصص إذا كان هناك فائدة من الأشخاص من خبرات من إمكانيات علمية أو عسكرية ممكن تنظم إلى القوات المسلحة بخلافه ممكن تذهب كما أشاء القرار لتأسيس أحزاب سياسية إلى آخره لكن في نفس الوقت هناك 36 كتيبة مسلحة ترتبط بالاستخبارات الإيرانية وترتبط بالحارس الثوري الإيراني قد تتعامل مع هذا القرار بمرونة لكنها ستخفي أدوارها المختلفة أو تتحرك ضمن إطار ما يمكن أن نسميه بالعمل السري المخفي ضمن إطار المجتمع العراقي لتحقيق أجندات خطيرة بالتأكيد أذكر اليوم تقرير العربية حول موضوع البنوك الوهمية الشركات الوهمية تمارس تجارة السلاحة بأكثر من 10 مليارات دولار هناك بها شخصيات من لبنان شخصيات من سوريا شخصيات من العراق كل هذا بالتأكيد القرار يستهدف تفكيك هذه المنظومات تفكيك وإعادة هيكلها كل هذه الكتائب المسلحة التنظيمات المسلحة الميليشيات المسلحة الموجودة في العراق والشكل تهديد للأمن الوطن العراقي إذن هذا القرار يهدف باتجاه عودة العراق للحياة المدنية إذا أجاز التعبير لكن سيواجه بمعارضة هذا مؤكد هناك مصالح كبرى لعدد من الكتائب الشخصيات القيادات مصالح كبرى مالية مثل ما أشن شركات تهريب أسلحة يرتبط وجود أو استمرار هذه الفوضة اللي موجودة اليوم بالعراق باستمرار وجود هذه الشخصيات واستمرار علاقتها بالأجهزة الاستخبارات الإيرانية والأجهزة الإقليمية وغيرها من التفاصيل إذن هذا القرار مهم لكن بالتأكيد سيواجه عقبات تحديات ليس من السهولة أن نذهب باتجاه إعادة هيكلة الحشد ودمجة في القوات المسلحة بما يضمن أيضا فرصة حقيقية للاستفادة القوات المسلحة من هذه العناصر أو من هذه التنظيمات يعني للجيش إلى قانونة إلى ضوابطة إلى تدريب الخاص إلى اختصاصات المختلفة هو يختلف تماما عن ميليشيات لمتطوعين مارسوا عمل مهم جدا في تحرير الإراق لكن نحتاج إلى جهود كبيرة من قبل الحكومة في هذا المجال نعم شكرك أنا معي من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات سيد غازي الفيصل شكرا جزيلا لك موسيقى موسيقى موسيقى